بعدين راح بدأ يتكلم هنا عن السيارة الكهربية والسيارة الخاصة بالاحتراق الداخلي كيب أنا هعمل مقارنة دلوقتي هعمل مقارنة أنا دلوقتي بتعلم أو بتكلم حالياً بتكلم عن مقارنة بين السيارة الكهربية وسيارة الاحتراق الداخلي ولذلك قلت لك مهم جداً لازم تحط السيارتين دلها قدامك السيارة اللي موجودة حاليا والسيارة الكهرباء دي فيها محرك كهرباء دي فيها محرك عادي ديزل دي فيها مش عارف تبريد دي فيها تبريد دي فيها تزييد دي فيها تزييد دي فيها هواء دي فيها هواء وتبدأ تشوف ايه الفرق فاول حاجة هنا هيبدأ يقارن بيها الأجزاء المتحركة في السيارة الكهربية مفيش اي حالة تتحرك غير المحرك الكهرباء كله بعد كده كأنه جوز التحكم إلكتروني يبقى لو سألتك إيه هي الأجزاء المتحركة في السيارة الكهربية المحرك الكهرباء الالكتريك موتور طب إيه هي الأجزاء المتحركة في العربيات العادية بتاعتنا أو السيارات العادية اللي احنا بنسميها سيارات الاحتراق الداخلية لا فيه مئة ألف حاجة فيه عندك مضخة الميا تمامي الووتر بومبي ده عمود الكمات الفالبز المحركات مضخة الوقود مضخة الزيت الجنريتور اللي هو المولد تمام عمود القيادة عمود الكرانك المكبس ده كله حاجات متحركة يبقى أنا لو جيت أتكلم على أول فرق بين السيارات الكهربية وسيارات الاحتراق الداخلي هلاقي إن السيارة الكهربية فيها جوز واحد بس متحرك أما السيارة الخاصة بالاحتراق الداخلي بتاعتنا فيها مئة ألف حاجة تمام متحركة فيها مكبس متحرك فيها جنريتور مولد متحرك فيها مضخة وقود فيها مضخة زيت فيها مضخة ميا الموتور نفسه كله ده متحرك يبقى أنا من ناحية الأجزاء المتحركة في السيارات الكهرباء ما فيش غير الالكتريك موتور المحرك الكهرباء ده جوز واحد أما في السيارات الاحتراق الداخلي في كهازة جوز متحرك